السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكملين مع بعض المية جملة التانيين بعد محلين المية الاولانيين ولو ما سمعتش الفيديو اللي فات ياريت ترجع تسمعه الجملة رقم 100 جيم بوكو نقط فراز تشايف الجملة رقم 100 الاول هيت جيم بوكو نقط فراز طبعا الناس دايما واخدة ان بوكو بيجي معها دو ده صحيح فعلا طيب بس بوكو ركز بقى في اللي انا هقوله ده كل نقطة هنشرحها بوكو مع ايمي لو ولا ولا وصل الفكرة يبقى اول ما تلاقي بوكو مع فربي ايمي او ادو ري او دي تستي او بريفر اي بتاخد لو ولا ولا وصل الفكرة كده جميل خلص يبقى احنا هنختار ايه مسيو احمد هنا في الجملة دي بوكو لا فراز لا فراز وصله طيب رقم اه مية واحد بيقول فيها في مية واحد طيب ده يعني فربي متصرف ايه متصرف مع الضمير اه طب انا ايه اللي عرفني يا مسيو احمد هقولك ببساطة خالص بص على الصبورة دي وانا لخصلك المضارع في لقطة ركز معايا هنبستطلك المعلومة جدا بص حبيبي شايفي الجو والتي بياخدوا نهايتين جوه القوس خلاص كده طبعا بخلاف المجموعة الاولى يا اس يا اكس بس يبقى لقيت جو او تي برا القوس تاخد فعل منتهب اس و اكس جوه القوس وصله طبعا فيه ناس عارفة الكلام اللي انا بقوله ده بس احنا بنراجع علشان ننقذ ما يمكن انقاذه تاخد جوه القوس تي او دي وصله الفكرة كده يبقى جو و تي اس و اكس طب اللي ال والال تي او دي وصله طيب النو يا مسيو احمد النو يا حبيبي على طول واخد او ان اس معادة نصم ماشي يبقى اي نو برا القوس تاخد او ان اس جوه القوس طب الفو يا مسيو احمد تاخد على طول او زد معادة فو فات اللي هو الفرب فار وفو ديت اللي هو الفرب دير خلاص وفو زد طبعا اللي انت اخدته في سنة اولى الفرب اتر خلاص كده يبقى اي فو واخد او زد معادة التلاتة اللي انا بقولك عليهم دول ياخد او اس خلاص طيب اي الى فيك اس يا مسيو احمد تاخد ان تي فعلي منتهي بان تي او ان تي بقى اس و او ان تي بقى لو فرب اتر في او ان تي لو في ربا فور اي فعل وفي او ان تي مثلا لو في فعل مجموعة اولى زائد طبعا نهايات المجموعة الاولى اللي هي او او اس او او ان اس او زاد او ان تي وصل الفكرة كده جمعا طيب تعال لبقى كده ما نرجع للأسئلة بتاعتنا هنقف على كل جزئية ونشرحها بالراحة خالص تمام المهمة تفهم طيب انا معايا مية واحد قلت الفعل ده نهايته ايه مشو احمد ايه اذا هيبقى مصرف مع ال ال ليه ما تنساش وانت بتحل سمعك الناس اللي شغالة معايا ضمير الان بتساوي يبقى ما تنساش وانت بتحل الان بتساوي وصلة طب هات مية واثنين يا حبيبي مية واثنين انا لسه اقيل لك حالا دلوقتي الفو ياخد الفعل بمنتهى بالنهاية ايه او زاد برافو عليك طيب بص بقى وركز معايا هنا في حاجة اسمها الضماير المعكوسة طيب هو انت بتعيد ليه مسيو احمد بتعيد كتير يا مسيو احمد وانا في حاجات ببقى عرفة هقول لك الكلمة اللي بقولها لك طول السنة انا يا حبيبي مش مسؤول عنك لوحدك انا مسؤول عنك وعن اخواتك وعن صحابك ركز معايا انا بشتغل مع اقل اقل مستوى طيب بص حبيب قلبي ينفع تقول الكتاب يكون ملكي كده هتقول لي لا طبعا الجملة دي غلط يا مسيو احمد اقول لك فعلا عندك حق وما ليه الصح يا حبيبي تقول لي كده الجملة صح يا مسيو احمد قالك برافو عليك يبقى انت قلبت الجو الى ايه الى موا صح كده ايه وجميل خالص طب قلبت الجو الى موا اذا دي اسمها الضماير المعكوسة طيب اللي تبقى موا طب والت بقى يا مسيو احمد ايه اللي تبقى توا طب واليل يا مسيو احمد يبقى ايه اللي يبقى لوي طب والأل يا مسيو احمد اللي تبقى ايه يبقى الجو موا والتو توا والل لوي والل ال وصل الفكرة طيب انو يا مسيو احمد مع زرها طبعا ده اعلنت تبقى نازل على البرامج انو يا مسيو احمد تبقى نو طيب والفو يا مسيو احمد تبقى فو يعني انو والفو شبه بعض اه طب ركز بقى في اللي جاي ده طب يا مسيو احمد قال لي تبقى زي ما هي اه يبقى كده واحد قال لي انا اطلخبط في الموضوع ده ما تطلخبطش حبيبي انت عارف من سنة اولى صح اه طيب صح جميل طيب والل اه اه اوقف فقا ال ال هي ال والنو هي نو والفو هي فو والالا فيك اس الى فيك اس يبقى دول ما بيتغيروش دول اللي بيحولوا والالا فيك اس طبعا او 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 اي ايكس يعني او اي او اي ايكس خلاص كده دي اسمها الضمار المعكوسة تستخدم في ايه بقى مسيو احمد تستخدم في جملة زي كده شايفي حبيبي جايب لك ايه ال انت لو مش عارف القاعدة مش هتعرف تشتغل طب المعكوس من ال ال ايه برافو سمعك وانت بتقول اللي ويه طيب اللي بعده مامار امي في نافي يا مسيو احمد اه في نافي اذا نحول اداة التجزئة الى دو على طول نافي حول الى دو طيب مع اداة التجزئة طبعا طيب يا مسيو احمد في كلمة افوكا دي بدء بمتحرك يبقى تروح لدي ابوستروف على طول خلاص يبقى انه مانش باد افوكا ما بيأكلش الافوكا دو طيب اه فاكه اسماء الافوكا دو طيب الناس بقى اللي بعمل الرجيم والحاجات دي يعرفوا الكلام ده نزلوا ريون هو ايه ريون ده ريون ده مذكر كلمة مذكرة مفردة ايوة يعني قسم يعني اه فتاخد حرف الجر ايه او فناخد او هتل بعضه مها واخوها مها واخوها دول ايه جامع الافوكاس تغليب المذكر على المؤنس يبقى انا هاخد جرو لان دي جامع مؤنس ودي مفرد مؤنس فيبقى هي جرو الاجابة الصحيحة اللي بعده مية وسبعة فقال ايه ايه احنا بناكل منها لو تفتكر في الفيديو اللي فات كان عندنا ثلاث افعال اسموم ثلاث افعال الايه سمعك برافو التناول فيرب مونجي والفرب بوار والفرب بروندر اول ما تلاقيهم في الجملة التانية في الجملة التانية في الجملة التانية قررت لك ثلاث مرات اهو وتلاقي مأكلات في الجملة الاولى تروح تختار او ان على طول من غير ما تفكر واصلا اهو فروماج ادي جبنة في الجملة الاولى والفرب مونجي في الجملة التانية لقيت مأكلات في الجملة الاولى اه حط او ان على طول من غير ما تفكر طيب هاته اللي بعده البواء السي انا ايه للحصة اللي فاته برضو السي و ايه كمان يا مشو احمد وبوكو دي اسمها ايه دي اسمها ظروف كمية غير معدودة او غير بحدودة وبو وكمان بلو وكمان موان دي كلها يا ولاد الدو سبتة فيها لتتحول وصلت الفكرة يبقى السي دو بوكو دو بو دو بلو دو موان دو الدو هنا سبتة لا تتحول مع الحاجات دي طيب انا لقيت يا مسيو احمد السي كلمة كافية واحد لها في الامتحان مذكرة يقولك دو غلط طبعا مش صح وما ليس صح يا مسيو احمد قال لي تاخد دو خلاص طيب هاته اللي بعده برودوي برودوي دي يعني منتج كلمة مذكرة مفردة فانه هشتغل على ايه على كل برافو اللي بعده صافي صافي كومبيان ليه السؤال عن السعر ركز معايا بص معايا كده على الصبورة بسرعة وركز معايا كومبيان كوت كام يكلف وممكن ايه صافي كومبيان ده يعمل له كام يبقى السؤال عن السعر نقول ايه كومبيان كوت و ايه وصافي كومبيان خلاص او ممكن نقول كومبيان كوت صا كام يكلف ذلك خلاص وممكن نقول كلي في المذكر طبعا مع كلمة بري السعر خلاص يبقى كومبيان كوت ادي واحدة صافي كومبيان ادي التانية والتالتة كلي لبري واصلة هاتل لبعضه بيقول لي يا حبيبي هنا بيقول سافي كومبيان طبعا تسي نقاط بلا بلا كلمة مذكرة تبقى دلسيو دلسيو يعني دلشيوس يعني طيب استحب استحبني لكرسة عشان اروح اتسوق واحد يقول لي انا هاخد مو يا مسيو احمد طبعا مش هتبقى طواو مش هتبقى استحبك طيب خلاص هاخد مو يا مسيو احمد اقول لك غلط ليه يا مسيو احمد ليه ليه بتقول غلط علشان المو ها ويتو دول ييجو ها قبل الفعل مش بعده وصلت كده انما مو وطوا بييجو بعد الفعل وصلت كده بس يبقى انا هاختار هنا ايه مو هاخدني معاك يعني طيب جيملة بواسون طيب احنا قلنا يا جماعة كلمة بواسون دي ايه مؤنسة طيب وكلمة بواسون مذكارة طيب انا يا مسيو احمد بطلق بط فيها بص اللعبة الحلوة دي شايف ده ايه ضع براية ايه اللي لان برسمه ده ايوة شاليمو فعلا فيبقى بواسون وبواسون والفرق في الشايمو يبقى بواسون دي معناها ايه اللي فيها شايمو دي ايوة معناها مشروب برافو عليك طيب اللي بعده طبعا هنا بواسون جامع مؤنسة تبقى جامع المؤنس يبقى مشروب مسكر يعني العدس يبقى انا هو اصلا بيبصيلي الاجابة يعني بيقول لي خد دي خد دي يعني هو بيجيب لك اجابة جاهزة ام ايه ام ايه احنا بنحط سل بصوا ياولاد ركزوا معايا سل دي مذكرة ولا مؤنسة هتقول لي الملح والسكر مذكرين الملح والسكر سل وشكر طب لو انا مسي احمد ضفت شكري ضفت اكسون كده تبقى مسكر وسل لو خلتها سلي بالاكسون كده تبقى مملح عارف انت الباتون سالي ها صح كده والبواسون سالي اه كلمة سالي معناها مملح واضحة كده طيب هنا بقى سل بقى كلمة مذكرة فتاخد دي تجزئة طب يعني هو فكهة مسكرة طيب واحد يقول لي المأكولات اقول لك يا بنرجع للتسجيل اللي فات وانت هتعرف المأكولات المذكرة من المؤنس طب انا يا مسي احمد معلش ما كنتش معاك في التسجيل اللي فات هقول لك عناية يا حبيبي ركز معايا وانا هقول لك تفرق ازاي بين المأكولات والمشروبات بص حبيبي اي مأكولات منتهية بالأو مؤنسة طبعا في ناس بقى ايه يعني سمعت مني الكلام ده بدل المرة خمسين وحفظوا الكلام ده وصموه وفي ناس لسه يعني بتعول على الايام الجاية عموما يعني مأكولات منتهية بالأو مؤنسة على طول طيب معادة ايه معادة اتنين بحرف الجيم واتنين بحرف الخة وثلاثة في الفه يعني ايه الكلام ده يا مسيو احمد اتنين بحرف الجيم يعني ايه جبنة عارفين الجبنة اتنين بحرف الجيم يبقى فروماج وايه كمان يا مسيو احمد قال لي وكلمة اسمها جريار يعني جبنة جبنة رومي ماشي او كاملة الدسعم يعني طيب جميل قدل اللي بالجيم طب ايه اللي بالخة ده يا مسيو احمد نمسح بق اللي بالخة ده ايه الخضار كونكمبر الخضار ده خيار وليجيم يعني ايه ليجيم يا مسيو احمد الخضار منتهين بالأو ولكنهم مذكرين وصل الفكرة طيب جميل هتل لبعضه ايه كمان يا مسيو احمد قال لي وثلاثة مع بعض بيبقوا في الفرن الشكر السكر بيبقى مع البير مع الزبدة عشان يطلع لنا بسكوت كوكي وصلت كده الفكرة يبقى منتهي بأو ولكنه مذكر خلاص طيب هنا بقى بسيو احمد عندي مأكولة هو منتهي بالأو يبقى مؤنس ياخد له ولا لا ياخد لا طيب اللي بعده طبعا الحاجات دي بقى ايه انا عدتهي ثلاث اربع خمس مرات في المراجعة في يعني ايه هتلاقيني شوية كده بعديها الفو طبعا قلنا النهاية وزد الفرب بوار وانا صرفته الحصة اللي فاتت طيب مامير فا هتقول لي ليه الحصة اللي فاتت عملت قولي الحصة اللي فاتت اقول لك لان الحصة اللي فاتت يا حبيب قلبي انا حطيت القواعد كلها في حصة ولو عايز تشوفها انت ممكن تتواصل معها الخاص انا ابعت لك اللينك بتاع لانه اللينك خاص يعني طيب مامير فا ميسيو احمد نعم مامير فا بص حبيبي الفير بقى ليه رايح للمستقبل جاي من الماضي ايه اللغة الماتلة اللي انت عملت ولا ده يا ميسيو احمد لا يا حبيبي دي كابسولات كده عشان ايه تلخص لك الحكاية كلها من الاخر يعني ايه رايح للمستقبل قال لي يعني الفير بقى ليه يعبر عن مستقبل يبقى اول ما تلاقي الفير بقى ليه في بداية الجملة او بعد الفاعل يعني تعرف انه ده مستقبل وايه جاي من الماضي ده قال لي يعني الفير بيونير يعني يأتي بس يبقى رايح للمستقبل جاي من الايه من الماضي طيب جميل انا لما اجي دلوقتي اقول الفير بي ده فيرب ايه فيرب قال ايه عايز فعل وراه في المصدر فير عشان يعبر عن مستقبل ما ما هتروح تتسوق طيب الان الان لسه انت ايه اللي الوقت يا ميسيو احمد بتساوي الال واللي بيساوي الاللي ياخد النهاية المنتهية بالت طيب جميل خالص ركز بقى معايا الجملة الجاية 122 على ما اعتقد لا ده احنا فوتنا كتير يلا 120 بيقول يعني ايه تتتزوق لسه ايه لك منتهي بالايه بالاو ما اكون منتهي بالاو يبقى مؤنس ولا مذكر صح صح معايا يبقى مؤنس مسوء احمد يبقى انت هتاخد ايه مو ولا ما ولا مي هتاخد ما وصلها طيب بريدوي بريدوي دي جمع مذكر صح فتاخد شكري جمع المذكر طيب نو انت لسه ايه لها مسوء احمد اي نوء الناس جميل طيب برضو قلتها الحصة اللي فاتت ومعلش انا عارف ان في ناس شطار بيقولها مسوء احمد بتقعد تتكرر في معلومات احنا تحضناها مفيش مشكلة انكرر تاني وثالت وربع وعاشر في حاجة اسمها يا جماعة الكميات المعدودة او المحدودة طيب ايه محدودة والمعدودة دي امشو احمد يعني لما اجا اقولك كيلو من وازازة من ها وقطعة من واقولك مثلا بكتة من خلاص كده ولما اجا اقولك مثلا اه 200 جرام من واصلة الكميات اللي بتحدد زي برضو كمان تص فنجان من وكوب فار دو فار من قالت دو دي سابتة لا تتحول طب لو جي وراء متحرك ده ابوستروف بقى مسيو احمد مضطرين خلاص طيب ركز بقى معايا في الجمل دي يلا الجملة رقم كام بسرعة ركز معايا هتقول لي الجملة رقم مية تلاتة وعشرين بوتاي بوتاي ادو معاها سبتة لا تتحول وصله طيب جميل اللي بعده خلاص اقف شوية اقف شوية قلتلك في النفي دايما انا عايز تحل جملة في النفي في الامتحان هتقول لي اه طبعا ام الله انا عايز اسيبها هقولك اعمل انا اقولك عليه بص حبيبي قادي النفي شيل الني شيل البا يلا وريني كده هتعمل ايه قلتلي انا هشيل الني والبا وقرأ الجملة هو انت عندك اصحاب تفصين فتقول لي انا عندي اتنين يبقى انت عندك ولا لأ ايوة عندك اولا طبعا وي مش هتنفع ايوة يبقى مش نو طبعا هو ايوة هتبقى نو لأ هيبقى ايه سي برافو هتلل بعده يبقى اي جملة نفسي تعمل فيها ايه عشان تحلها خلاص طب تي ام الفرب ايم ايه جاي مصرف يبقى انا عايز فعلي في الايه في المصدر بوار واحد يقول لي اهو اصلا يعني ايه فعل في المصدر ايه ياه للدرجة دي اه في ناس كده والله لسه لحد دلوقتي اي فعل منتهب ار حبيبي او ار او اسمه مفعل في المصدر باس خلص بقى اي معلومات تانية اركنا على جنب ركز معاه في الخلاصة ماشي ار ار او اللي بعده يعني ايه بواسن ري دي يا مشوعة بواسن ري دا يا حبيبي يعني مكان اللي بيتبع فيه السمك انت لسه ايه اللي او الحصة اللي فاتت ايه اللي ان كل الاماكن المنتهية بلقوا مؤنسة ما عدا اربعة بحرف الميم واحدة اخيرها ميم صح كده اه طبا انا عايز اعرفهم لا يا حبيبي بقى ارجع بقى للايه للتسجيل اللي فات علشان تعرفهم مش كل حاجة بقى عطل زميلك زميلك برضه عندهم مذاكرة وعايزين اه يلموا اللي لا يعني طيب فمعشان ما اعطلهم شيئيل في سبار الفرب اه انا عايز اقول هو بيعمل رياضة كتير خلاص كده او كثير من الرياضة المفروض فالمفروض هنا بكو دو وبو برضو لازم عايزة دو يبقى لا دي هتنفع ولا دي هتنفع فيبقى ايه القليل من الرياضة طب بكو ما ايجو مع افعال الميول لما تيجي بسلا تقول انا بحب الرياضة كتير جنبو كو لسبار اه هنا اقول لك ماشي بكون من غير الدو وصل الفكرة طيب جميل خالص هات اللي بعده حبيبي ها ركز ركز ها لابريمي دي بعد الظهر اون برون يعني نحن نتناول هنتناول ايه دي ني ولا دي جنيه بعد الظهر ولا بتيت دي جنيه هتقولي طبعا عن الدجني ودي ايم على المعنى مش القعدة انا شدي جاتو الجاتو ده جامع اه هو اصلا مش موضوع الجامع وبالك بنشتري جاتو من من الباتسري ده برضو ايم على المعاني طيب طب المعاني جيبها منين اقولك برضو ارجع للفيديو اللي فاتت لقيني مراجع شوية اماكن وشوية وظايف وهنتكلم في الحاجات دي ان شاء الله برضو يعني نحاول ندي عنها فكرة بسرعة كده طيب توبو انت تستطيع خلاص انت تقدر ها تساعدني في عمل الواجب يبقى ايه دي مش هتقدر تدعيني ولا هتقدر تتردد واصلة المعنى يا جماعة المعنى نزل ومور شي بور لا تلف ولا تدور ها المصدر بعد بور يعني ايه مصدر ار ار او صح كده طيب انا بقى عايز المعنى بيقول ايه احنا روحنا السوق علشان هنعمل ايه يعني فيرلي كورسو طبعا طيب جو تابستروف ادي جنيسو سوار يبقى جو تنفيت انا دعيتك على الغدا قتل لبعده جو فودري دي اولاد في حاجة اسمها خلاص مش موضوع انا دلوقتي خلاص بس هو للاكثر ادبا مش موضوع خالص ولا اصلا عليك في المنهج واضحة طيب فودري دي عشان التأدب يعني انا عايز بس بيحترام يعني انا عايز الانانس انت عايز ايه ايس كريم بالانانس يبقى ايه انجلس طب ان ليفري دي معنى ايه رطل وكتاب وجنيه طبعا باختلاف الاداة اه المعنى بيختلف طيب مشو جونيبا دوب بيت دو شوكولات ما عنديش انا قطع شوكولاتة يبقى ما عندوش يبقى بيعتذر صح ديزولي اسف يا استاذ انا ما عنديش قطع شوكولاتة اللي بعدو بس اولاد الجمل دي مطوقة كل افكار الوحدة الجمل الجرامير اللي قدامك دي خلاص مش سايبين حاجة من كتب خارجية ومن بره كتب خارجية طيب سي انجلسة لفانية سي ها سي كل تقولي كل لازم يجي وراها اسمها مش هتنفع علي لا لا طيب سي كو لأ برضو ليه لان كو دي ها ما تجيش بعد الفرب من فعش طب سي كومبيان تكلف كام الايس كريم بالفانيليا ماضحة اللي بعدو جابوستروف انتر لا فراز ايه لفانية انا متردد بين انتر يعني بين الفراولة والفانيليا يعني بياخد ايس كريم ومتردد بين طعمين يبقى يولي جزيت الفرب ايزيت يتردد طب علي مانج بكو علي بيأكل كتير هو هيبقى ايه جورمان طبعا طيب اللي بعدو جو افك لي كوبان شاك جو دي كل خميس يبقى انا بخرج جسار انا بخرج مع اصحابي كل خميس يبقى جسار طيب ميشو سيدي يبقى فيها احترام خلاص ومدام فيها احترام يبقى انا شغال على اه مشو يبقى فيها احترام تبقى دي ت اللي بالو اس اوعى تعملها بالو زد ركز ركز طيب هاته اللي بعدو رقم مية واربعين ركز حبيبي يلا ها تي تي هتقول دي ولا بوا ولا بواب تي هتقول لي دي جو عصير يبقى فيرب دير ما ينفعش يقولي ازاي يعني فانت بتشرب يبقى بواب الاس احنا لسا قيلين المضارعة دلوقتي مش هاش رح تاني الان بتساوي الال تبقى فان بالدي مشان اخيرها تي او دي صح كده مع الال والقل طب ليزي لاف التلمزة طب ليزي لاف ده اي لافك اس صح اه تبقى صورت او انتي هات اللي بعدو تي دي موند لبارفن يعني انت بتسأل عن البرفن دولا جلاس تاع الايس كريم فانت سي كالبرفن فانت بتطلب بارفن يعني طعم من ايه من من الايس كريم فانت تقول سي كالبرفن خلاص اه تي صور ولا تي فون انت ببيع سي كالبرفن لأ تي دي سي كالبرفن فانت بتقول اي طعم خلاص كده طيب اللي بعدو كسك تي ام فقال له مو كافي فيبقى انت عايز ايه انت عايز تشرب ايه لانه الكافي ده اعتبر ايه مشروب تبقى بوار هات اللي بعدو ايه تام فروي هو ايه اللي فروي ده السيروب فروي ولا البولي فروي ولا الريزان فروي هي فعلا الريزان العنب او غيزان عشان الناس اللي بيقولوا بتنطق بالر وبالغ طيب اللي بعدو جاي انا عايز اياكل فيبقى انا فان جوعان ما اسماش فهم ما اسمها فان 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 مية سبعة واربعين ايتين ماتيار جراس هي ايه اللي مادة دهنية جراس يعني دهني مادة دهنية يعني ماتيار جراس هيبقى ايه اللي مادة دهنية فعلا برافو بير مادة دهنية زي الزيت والزبدة دول كلهم مواد دهنية عشان اعمل املات بيض يعني انا بحتاج الى هتحتاج الى ايه الى دي زو بيض خلاص وهنا طبعا في خطأ في الجملة دي كده المفروض مانا فيش ايه دو اس بزوان دو لا تتحول خلاص طيب اللي بعدو جو نبوا جو نبوا في نفي هو يا بابا اه في نفي جو نبوا في نفي اه يبقى عندي دو ودو ودو اه لا امبلا يبقى مش هينفع طب انا مش باشرب غبز لا مش باشرب اهوة اللي بعدو اللا فيوند اللحمة مالها اللحمة هتكون مشروب ولا مأكل ولا فاكا طبعا مأكل اليمون اه اه ضم سندويتش في السندويتش بتاعي يوجد ايه اه يوجد سوسيس تمام في سندويتش عط مثلا مش هينفع ولا انا ناس انا عارف ان في ناس عاجهة ممكن تعمل الكلام دا طيب او دي جني اه في الغدا جام منجي اه فيربو منجي ياخد تجزئة عايز تجزئة اه عشان المؤنس فيوند ايه اللي عرفني انه مؤنس يا عم ارجع بالاول الفيديو بقى تبقى دولا وصلت هاتي اللي بعدو نوزافون الفربافور اه بات دي جامع ولا مفرد جامع فتاخد ايه دو اس طب تي امبوار جو عصير مذكر تبقى ديو ديو طيب اللي بعدو نو مرسي لا شكرا جون فو با جلاس دو جلاس ليه مسيو احمد قال لي يا ابني مش فيه هنا نوبا اه فدت التجزئة وحاول الى دو اللي بعدو مريم بواء مريم شيربت شوكولات شو ادام شيربت يبقى عايز تجزئة يبقى ديو شوكولات شو طب خط دي ليه يا ابني مش احنا اقولنا اي مأكولات اه طب تقولي دا دا مسيو احمد دي مشروبات مأكولات ايه بقى هقولك بص يا سيدي ما تزعلش كل المأكولات كل المشروبات مذكرة اه اثهل حاجة بقى كل المشروبات ايه مذكرة ما عدا الميا والليموناتا سهل يا سيدي سهلتها لجاة خلاص وطبعا كلمة بواسون طبعا مشروب نفسها مؤنس طبعا مش عايزة كلامي يبقى تلك كلمة دا المؤنسين بس في المشروبات اي مشروب تاني يقبلك يبقى مذكر تمام هاته اللي بعضه اه اونفو اه جلاس ديليسيوز طب غلاس دي جامعة ولموفردة مش عايزة جامعة ياخد ايه دوس طب كمبيان كمبيان اه كمبيان دو التي لا تتحول ليه اللي الدول سبتة لا تتحول معاكم بها وبقول بلا بلا اللي احنا قلنا قبل كده ده طيب باسموة باسموة سيلفو بلاي بيقوله ايه الديني الشاي لو سمحت او الديني شاي يعني طب هنا ايه يا مسيح احمد بقى مستخدمش تجزئة ليه لانه كده معناها كوب شاي الديني واحد شاي فحدد الشاي في كمية فمش محتاج تجزئة بقى طيب نوبوا با فيه نافية هو قولي استنى بس ده فيه بكوه يا مسيح احمد يبقى دواء على طول سبتة لا تتحول طيب جميل ماشي عشان تبقى في صحة جيدة كل ايه كل خضار وديني عالعشا امونج دولاسوب ايه ده واحنا بناكل الشربة ايوا حبيبه مال بتشرابها ايوا طبعا انت بتاكل الشربة الشربة دي اكل ولا شرب طبعا اسمه شرب شرب الشربة ده لا طبعا هو يعتبر من الاكل خلاص حتى يقولك ايه كمقبلات للطعام يعني طيب انت مقدم شاي الى المدعوين بتاعك بتوعك انت اديت شاي او قدمت شاي لمدعويك فالايوة اقدمت لهم شاي صح كده طب اوقف فقا شوي ادي الكلمة اللي بعمل عليها دايرة دي موجودة في الجملة الاولى مش موجودة في الجملة التانية يبقى ايها دي اللي عليها العين والنية واصلا هتاخدها بسهم كده وتنزل وراء الفير بوفرير ده وتقولك جملة بسطعالب العربي يلا الجملة التانية يلا اقرأ معايا كده دي يعني ايه يا حبيبي انا اوفر يعني ايه اقدم اقدم السهم فيه ايه ام في تيه يبقى الى المدعوين اقولك اوقف اوقف انت قلت لي ايه الى يعني حرف جر اه وجاي وراها ايه عاقل يبقى لويل المفرد لرجمع وعشان المدعوين جمع تاخد انت ايه لرج اصلا الفكرة اللي بعده جشت دوفر وي كودلجيم وده جزء في المقارنة نبقى نحا نخصص له ان شاء الله حصة باذن الله علشان ايه الوقت بتاع الفيديو كده فرط من ايدينا خلص طيب دوفر وي هتبقى اوتون دوفر وي اه مقارنة للمقارنة تبقى بايه هنتكلم فيها بعدين يعني طيب 167 اليا دوفر وي دون لفريجو في التلاجة بيقوله هو في فكهة في التلاجة قال له ايوة موجود منها في التلاجة فاكر مبارح وانا بشرح لك الوقت لك ايه يريد شيء يعني فيشتري اشتري فيمتلكوا افوار اول ما تلاقي تلات افعال دول في الجملة التانية وتلاقي مأكولات في الجملة الاولى يبقى انت هتختار او ان واصلا طيب اهو ايه افواره وليت او ان ومأكولات الناحية التانية يبقى ان اشغال على او ان اللي بعده بيقول بيقول كلمة مذكرة او تبقى سو اللي بعده سبيسياليتي سبيسياليتي يعني ايه يعني خصوصية ايه الخصوصية دي يعني الفرنسيين مثلا الحاجة الخاصة بيهم ايه البرفن صح كده طيب والطلينة لو انت شاطر البيتزا فعلا طيب ومثلا السوريين البن الخبز اسادزة في العيش السوري صح كده طيب والمصريين طبعا احنا عندنا شهرة عالمية في الايه في الفول في الفاف صح كده ففي كل كده كل بلد تلاقيها مشهورة بحاجة سبيسياليتي بتاعتها والكوشري طبعا عندنا يعني حاجة برضو والمحشي اكيد برضو حاجات مميزة جدا للمصريين طيب هاته الجملة اللي بعدها بيقول جونيمبا جونيمبا لكونفتير بس مش محتاج تجزئة طيب دي ني بص حبيبي كل الوجبات مذكرة خلاص طيب لا نقف شوية لا سمحتو نقف شوية أو ديني طب لهم يا سواء احمد انت قلت لو ديني وانت قلت يعمل عليها سهم وبعدين جيت قلت أو ديني ورجعت في كلامك هي لو ديني صح خلاص قم بي مونجيدي يا ورت انا عايزة اقول ايه في العشة احنا بناكل زبادي مش هقول العشة وصل الفكرة طيب ولو انه ممكن تبقى العشة بس لو حاجة برات بقى يعني انت ولاكش دعو الكلام دا اعتياد الحدث بقى وامتى اعتاد الحدث والفرق ما لون مناش دعو الكلام دا 172 على طول سافي سافي كمبيان لسا إلينا حالا دلوقتي في السؤال عن السعر طيب دون مونسندويتش إليا دي برش ايه يا مسو احمد دا مش منتهي بلقوه اقول لك يا ابني ما تخلي بالك من الاستثناءات فكر التلاتة في الفرن اللي هما السكر والزبدة والتلتة كاتتسمع اي كوكي برافو منتهي بلقوه لك انه مذكرية طيب جميل لسيروب اي بواسون بواسون دي مؤنسة ولا مذكرة مؤنسة تبقى ان لسا إيه لحالة دلوقتي طيب الان بتساوي الال تبقى بواب تي هتالي بعده مونفيس انه مونجبا في نافية مسو احمد اه في نافية يبقى حاول الى دو على طول اللي بعده كم عدد الوجبات نجيب الجملة كده كم عدد الوجبات اللي بتتناولها انت يبقى برافو بالقس طبعا الناس اللي شافت المقدمة بتاع الموضارع وركزت الموضارع ده بسهل بالنسبة لهم جدا سون سون والزانجريدون الانجريدون دي يعني المحتويات المكونات المقادير زي ما تقولها يعني كلا في قس طبعا جمع الموضارع جمع المذكر طبعا جميل خبز اللي بعده جو فدري انجلس خلاص كده لبا لان احنا عندنا شوكولا شوكولا الفراولة الفراولة و ا الابوستروف انا ناس اللي احنا حلناها دي و ايو طبعا بوم بالتفاح خلاص طبعا بوم لازم تبقى ايه جمع بالاس طيب ال الجملة اللي بعدها اللي صح صح معايا انت نمت ولا ايه بتساول تبقى في ت ت تأخذ ل بالاس الأولنية ل وانت بتحب العدس انا بكره بكره اه يعني فيلم افعال الميول افعال الميول لولا ليه على طول على طول يبقى انت لقيت في الجملة الثانية فعلا من افعال الميول تاخد لولة ولايه طب لومتية جامعة تاخد لايه اللي بعده دونسو سيبير مارشي في السوبر ماركت اليابو كو دو هيوها دي في السوبر ماركت يعني ريون اقسام هات اللي بعده حبيبي يوله مية اربعة وثمانين امي لبريدوي سير جيلي يعني بننتج المنتجات السير جيلي يعني في بنضع بقى مش بننتج ها بنضعها في الفريجو طيب ليفاش البقر طيب بيعملوا ايه للبن بيدوا لبن يعني بينتجوا لبن الفيرب اسمه ايه بخدوير يعني ينتج خلاص طيب اللي بعده الفودلابوم دوتار بورفار يلزمك تفاح ايه ده مش تفاح بقى ده بطاطس بورفار عشان تعمل فريت بطاطس مقلية ورجع كلمات الدرس ارجع ارجع للحلقات اللي فاتت تلاقي حاجات كتير ليها تفسير طيب ياقورت اليقورت اليوجرتي يعني اللي هو الزبادي هيبقى ايه برودوي ايه يا جماعة برودويلي تي ايه يا سلام عليك يا اللي صاح معي بور بريبار ايه علشان تجهز ريبا واجبة الفوس افوار لازم تعرف هتجهز وها بواجبة هتعمل ايه يعني تعرف الانجريديون بتاع الواجبة دي الانجريديون المقادير مامون في الكورس يعني امي بتتساوى دون هتتساوى فين يعني في السوبر ماركت السوبر مارشي مئة وتسعين نختم بمئة تسعين ولا نقفل المتين يلا هي هانت بس نسرع معا شوية بلاقي الباكت الفينو يعني الباكت الفينو هياكل ايه في السيمة هياكل سمك بوبكارن الفشار يعني اظن ان هي سيتامو امبرانتي دولا لونج انجليز مش مهم يعني هي كلمة مستعارة من اللغة الانجليزية كل المؤنسة همم فوليفو بوار ايه اللي انت عايز تشربه مشروب طب ما هيقول لي دم عصير يا ابني عصير دي مذكرة يا ابني انا عايز كل المؤنسة هات اللي بعده تي فو دي تي هو انت عايز شاي ايو انا عايز منه هعطوك تكرر بقى وتولي الشاي مشروب يا ميزيو احمد ورحت لقيت فولوار في الجملة التانية فتاخده ان في خلاص مش هنعد نايد يعني طيب هات اللي بعده تي ام لابوم تحب التفاح ايو انا بحبه افعال الميول سمعني لولا ليه على طول ايوة كده صح صح معايا حبيبي اللي بعده طبعا اللي فاتت دي انا اخد الاباستروف طبعا عشان متحرك طيب انت عايز اتنين كيلو من العنب قال له ايوة عايز منه اتنين كيلو خلاص كده يبقى جونيفو دو صح كده دو كيلو وهدولي طب ما دو كيلو دو ريزا همسو اقول لك يا ابني مش هو حط ان عوض عن كلمة ايه برافو عوض عن كلمة ريزا نفسها بقى لو ان دا جا عشان يعوض حطها لو انت تاني مش هينفع طبعا هات اللي بعدو اليد فرز موجود فراولا ايوة موجود منها صح كده ايوة يوة طب دي ايه يا مسو احمد سيبك 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 نقطة معا طيب عشان نقولك شي دا عداها ونعمل مواضيع على الخاص تعال بماشرحه لك بص يا حبيبي انت عندك لوي وعندك لو ولا ولا ايه تقد منهن يا ودي حيلو انت اتقولي لو ولا 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 ايه على لوي اه على لوي يعني ايه يعني لو ضمير جاي لو ومعايا لوي احط الهن الاولة مسو احط ده حط المباشر الاول بعدين ايه غير المباشر طب جميل لو هي فيه اجراك وفيه اون حطني هنا يا مسو احمد اهلي حط الاول وبعدين الون خلاص كده وصلت الفكرة طيب فيه لوي يا مسو احمد وفيه اجراك لا حط لوي الاول حبيبي طب فيه لوي يا مسو احمد وابلابن لا لا هي لوي الاول برضو خلاص كده طيب هو ده اللي انا عايز اقوله يعني فنقول اليون موجود منه انت عايز شاي لا انا مش بحبه الا هو عايز لا هو مش عايز من الكلام ده فنقول الفيربو فولوار هنا ياخد ايه ياخد تجزئة لازم حبيبي الفيربو فولوار ياخد تجزئة بمقاطع الدرس بتاعنا مش لازم يقول حاجة في اللغة بس الدرس بتاعنا بتكلم عن الفولوار بياخد تجزئة ميزون فون اطفالي بينادي عليهم وفوز اشتدي جلس انتو اشتريته ايس كريم فقالوا ايوة احنا اشتريناه او اشترينا منه يعني ياه هتقعد تكرر تاني وتقول جلس من المأكولات وروحت الناحية التانية لقيت فعلي من افعال الاشتاي وقدم لقيت اشتاي في الجملة التانية ولقيت مأكولات في الجملة الاولى مش متكررة في الجملة التانية حط ان وانت بغمض خلاص حفظنا يا مشو احمد ماشي متين يا حبيبي سيصون ديتومات فرش سين كيلو بيقول دي طماطم فرش اشتري خمسة كيلو اشتري منها ايوة اشتري منها طيب اشتري منها دي تبقى اشتة بس تقول لي لأ منفعش فين بقى منها اشتة اللي محتفظة بالاس تقول لي يا بابا هو اصلا مفيش قمر بينتهي لاب اس ولاب اس ولاب ان تي ولا فيه امر ينتهي لاب اس اسف لاب تي ولا ب دي ولا ب ار الامر ما ينتهيش بالست نهايات دو فيش امر بينتهي بالحاجات دي وانا عندي اسوه طبعا ما ينتهيش بالحاجات دي الا اس مع ال ا ا ا ها زي ما قلنا الحصة اللي فاتت ها وفالي بال اس مع ال اجراك اصلا الفكرة طيب انا مش فاهم ده الارجع حبيبي يلو الحصة اللي فاتت عشان ده موضوع كبير بقى مش عاد اشرحولك تاني طيب جميل حلو اول مريح اول الحوار اللي هو ارجع للفيديو تاني ووقف وارجع كده يعني ده جميل خاضر يعني ومريحنا برضه سيسون دي طوماتة فرش يبقى اشتري منه خمسة كيلو خلص خلصنا يا باشا لحد متين زي ما قعدتكو الحصة اللي فاتت والحصة الجاية شغالين لحد تلتمية يا مسو احمد ده احنا عندنا اشهل الفرنساوي واصلا مفيش تلتمية متين خمسة متين سمعة وخبسين خلاص عندنا اشهل الفرنساوي يا مسو احمد هقولك يا ابني انا باشتغل معاك الحد والاتنين اسف الحد والتلات والخميس فانا شايف مش صعب يعني خلاص يا حبيبي طب ده كتير اوه مسو احمد وبتاع ومتين سمعة وخمسين يبقى سمعة وخمسين جملة ايوة سمعة وخمسين جملة ايه الموضوع مش كتير ولا حكا طيب عندنا ايه تاني مسو احمد اقولك ركز معايا كده عندنا افكار احنا خدنا كم فكرة كده يلا دور معايا كده احنا دور معايا خدنا كم فكرة خدنا يا مشو احمد كم فكرة خدنا لحد فكرة دي مبارح كده تعال لما نشوف فينا الفكرة رقم 11 الفكرة رقم 11 بتقول فرق ما بين ريبا وريبو ريبا يعني واجبة وريبو يعني راحة غالبا ما تأتي في سؤال المواقف كالتالي الجزء ده الاربير هتستريح وتستنشق هواق نظيف هواق نقي فانت تروح فين الكمباني طبعا طبعا فيه غلطانة في كلمة الكمباني في المطعم انت بتطلب وجبة فانت تقول ايه طبعا اول ما بتدخل بتقول ايه والكلام ده قلنا الحسة اللي فاتت الفكرة اتناشر بيقول دي باسي معناه يتجاوز اللي هي بلو دو اكثر منه طب تيجي ازاي في الامتحان دي كل نقطة ولا تيجي ازاي في الامتحان بلو دو ترنت الاف اكتر من تلاتين تلميذ شاركوا في الحفلة خلاص كده فييجي بقى في الامتحان يقولك ايه عدد التلامزة تجاوز التلاتين اه هو بيقول اكتر من يبقى صح الفكرة 13 ايه الكانتيتي ده اللي هو الكمية يعني كميات المحددة والكميات محددة غالبا ما بعدد او بمقدار زي ما نلسه ايد دلوقتي اه اين كيلو كيلو من شوفت دي دو ساب تتحول ازاي طب وقطعتين من وجوز دو وليتر دو لتر منو تاس دو فنجان منو بكي دو بكتة منو تلات ازايز من شايفت دو ادو 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 ساب تلا تتحول واصلا؟ طب لو جتلي في الامتحان مسيو احمد وكل نقطة قولك تي في الامتحان ازاي؟ نحق بسم انه تتحول كالطفحة قولك النقطة نحق بسم انه تتحول كالطفحتين او معدودة غير معدودة الدول كده ادوا معهم سبتة لا تتحول يعني بيأكل اكتر من الشباب ثانية مع الاسماء شايف دو اه سبتة وانا بردو ادوا سبتة الفكرة 14 والاخيرة وبقى كده خلصنا حصة النهاردة اه 14 رامسي الفراز يعني يجمع فراولة دي الانشطة اللي في الريفة رامسي ديزو يجمع بيد دوني اع مونجي او لابن يأكل ارانب يركب على الحصان سبني دون لاريفيار يعني يعني مارس ريطة الدرجات في الحقول نقف عند الفكرة 14 ونبدأ الحصة الجاية من الفكرة 15 اه اي سؤال يا جماعة ادخل على الخاص يسألني معلش اذا كنت بتنرفز شوية على الجروبات الخاصة اه ان شاء الله من هنا ورايح يا جماعة انا هحزف الفيديو بعد اه خروجه اه بعد خروج الفيديو بيوم انا هحزفه بس يعني هسيبهو لك 24 ساعة والله سمعته تمام بعد ال 24 ساعة انا هحزف الفيديو ليه؟ بتعمل كده مسي احمد يعمل تقدرنا لا يا حبيبي انا لو سبتك على هوايك هتلاقي الدروس بتتراكم وقدام الدروس بتتراكم يبقى انت مش هتسمعه وصل الفكرة فانت تدخل تسمعه علشان انا هحزف الفيديو بعد 24 ساعة من نزوله السلام عليكم شكرا